حصاد الأسبوع في إجاز تابعونا لمشاهدة آخر أخبار المشاهير والفنانين المغاربة يستعد اليوتيوبر وضابط الشرطة المتقاعد عبدالقادر الخراز لاقتحام مجال التمثيل من خلال الفيلم السينمائي الجديد أوتيستو وكشفت بطلة هذا العمل لبناء بيضار عن الأمر عبر صورة من كواليس الفيلم ظهرت فيها إلى جانب الخراز كانت قد تقاسمتها مع متابعيها عبر حسابها بالإنستجرام علقت قائلة لبناء بيضار في ضيافة رجال الحموش والخراز وظهرت ماريا ناديم في فيديو نشرته عبر حسابها على إنستجرام وهي مستلقية على سريرها وعلامات المرض بادية عليها وقالت في الفيديو ما ترونه على وجهي ليس حب الشباب ولا حساسية إنه جدر الماء وأضافت لم أصب بجدر الماء في الطفولة لكنني أصبت به الآن وأنا في الشهور الأخيرة من الحمل الحمد لله على كل حال لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا وقالت لطيفة رأفة في البث المباشر الذي أجرته في حديقة الحيوانات المتواجدة في مدينة الرباط بالنسبة للأشخاص الذين يروجون خبر إصابتي بإنهيار عصبي ها أنا أتجول في حديقة الحيوانات مع ابنتي ألماس لم أتعرض لأي إنهيار وليست لدي أي جلسات في المحكمة الجلسات الوحيدة التي سأحضرها هي الجلسات التي سأكون فيها أنا المدعية لا المتهمة ومن جهة أخرى أكدت لطيفة رأفة صحة صورتها بالبكيني في المسبح والتي كانت قد أثارت الجدل في السنوات الأخيرة وقالت لطيفة رأفة في فيديو متداول بأن الصورة في منزلي وفي مسبح الخاص هل تريدونني أن أسبح بالتكشيطة؟ وفجعت الفنانتان المغربيتان صفاء وهناء بوفاة جدتهما من جهة الأم وأعلنت كل من صفاء وهناء عن وفاة جدتهما عبر حسابيهما على انستجرام حيث نشرتا تدوينة جاء فيها انتقلت إلى رحمة الله جدة الحاجة فاضماء مداح رحمها الله وأسكنها فسيح جناته